ملفنا الخاص من تركيا حيث شكلت معركة رئيس الاستخبارات التركية خسارة موجعة لرئيس الوزراء أحمد داود أغلو في صراعه لاكتساب موطئ قدم بسيط في الأرض المزدحمة بالوجود الإردوغاني فقرار عودة رئيس الاستخبارات عن استقالته وترشحه للبرلمان التي أرادها داود أغلو تشير بوضوح لأن معركة عض الأصابع بين الصديقين شبه محسومة والآن نتحول للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إلى يوسف مرة أخرى نعم مهند عندما كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو كشف عن سعادته بترشح هاكان فدان رئيس المخابرات للانتخابات على قوائم الحكومة في هذا البرنامج الذي نشاهده الآن على أحدى القنوات التركية وصف داود أغلو هاكان فدان بأنه رجل قوي يعرف ما يريد ولا يتراجع عن أي خطوة يأخذها لم يكن يعرف داود أغلو حينها أن فدان الذي نشاهده الآن سيخيب أمله ويتراجع عن الترشح وذلك بعد ضغط نفسيا وسياسيا قوي مارسه الرئيس رجل طيب أردوغان الذي يصف بدوره في دان بأنه كاتم أسراره وهو لا يريد لأسراره أن تصبح ورقة ضغط في يد داود أغلو الذي يحاول من وقت لآخر الخروج من عبائة أردوغان دون أن ينجح حتى الآن فكلما شعر أردوغان بأن داود أغلو الذي عينه بيده خليفة على حزب العدالة والتنمية خليفة له طبعا هناك عندما يشعر بأن داود أغلو بدأ يخرج عن الخط الذي رسامه له يدعوه ووزرائه كما نشاهد في الصور الاجتماعي في القصر الرئاسي من أجل ضبط الإيقاع وتصحيح المسار بشكل بات يزعج غالبية الوزراء نهيك عن داود أغلو نفسه عدد من القوانين التي وعد داود أغلو بإقرارها في البرلمان منها قانون الشفافية السياسية وأده أردوغان أيضا محاولة داود أغلو محاكمة الوزراء المتهمين بالفساد وزراء أردوغان السابقين رفضها أردوغان اعتبر أن هناك مؤامرة وبالتالي رفض حتى موضوع المحاكمة معركة عض الأصابع بين الرجلين كما قال مهند قبل قليل التي تحسم دائما لصالح أردوغان قد تؤثر على نتائج الانتخابات لأن شعبية الحزب بدأت تتراجع بسبب تدخلات أردوغان المستمرة وخنوع داود أغلو حتى الآن فبعد هذه الصورة إلى متى يمكن أن يصبر داود أغلو على تدخلات أردوغان ووصايته على الحزب أن أردوغان أصبح رئيس وحسب الدستور يجب أن يترك السياسة يبتعد عن الحزب لا يتدخل فيه وكيف ربما تؤثر هذه السجالات تحت الطاولة على شعبية الحزب ومستقبله والسؤال ربما الأكثر بساطة يوسف هو نود أن نعرف ما هي حقيقة طبيعة الخلافات بين الرجلين هل هي بالفعل خلافات جذرية خلافات كبيرة أم أنها خلافات على كيفية تسيير الأمور دعنا نسأل الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية معنا مباشرة من القاهرة مساء الخير دكتور مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار عندما نتحدث عن علاقة حساسة كما يصفها البعض بين أردوغان وبين داود أغلو هل هي علاقة متوترة بالفعل هل هناك خلافات جذرية بين الرجلين أم أنها تتعلق بتفاصيل عملية تسيير الأمور في تركيا في البداية أشكرك مهند وأحييك وأحيي يوسف على هذه الفرصة في واقع الأمر كان دائما أحمد داود أغلو الذي أعتبره صنيعة أردوغان كانت دائما أهدافه تتلاقى مع أردوغان حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء وكان داود أغلو وزيرا للخارجية زج أردوغان بأغلو إلى غياهب حزب العدالة والتنمية صار وزيرا للخارجية ثم كانت أهدافهما تتلاقى في ذلك الوقت كان أغلو هو مهندس السياسة الخارجية ومهندس ما يسمى بالعثمانية الجديدة التي كان يعتنقها كلا الرجلان ولكن الآن تناقضت المصالح السياسية أحمد داود أغلو يريد أن يحتفظ بمنصبه كرئيس للحكومة لأطول مدى زمن ممكن ويفرض شخصيته وسياسته الخاصة به بينما أردوغان يريد أن يحتفظ بالرئاسة وفي ذات الوقت صلاحيات رئيس الوزراء التي كان يباشرها وكان يظن أن اختياره لأحمد داود أغلو سيساعده على ذلك أن يكون رئيسا ورئيسا للوزراء في ذات الوقت بينما يبقى أحمد داود أغلو يديم بالعرفان لأردوغان إذن هو صراع مصالح سياسية ظهر بعد أن تقاسم الصديقان منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء طيب دكتور برأيك حتى في الحكمة السابقة عندما كان الرئيس عبدالله قل وهو أيضا صديق لرجب طيب أردوغان كان هناك خلاف سياسي خصوصا في آخر سنتين كان الخلاف واضح جدا لكن رغم ذلك بقي تحت الطاولة لأنه هناك اوديولوجيا تجمعهم وهناك مشكلة برأيك إلى أي مدى ممكن الخلاف أن يظهر على السطح بقوة أن يتحول إلى صدام حقيقي بين داود أغلو وأردوغان بسبب هذه الإديولوجيا التي تتستر على كل شيء هنا يظهر دور الالتزام الحزبي يوسف بمعنى أن عبدالله جول كان صديقا لأردوغان وأسسها سويا إلى جانب بولانت أرينش وآخرين حزب العدالة والتنمية في العام 2001 بينما لم يكن داود أغلو مؤسسا لهذا الحزب ولم يكن عضوا بالحزب منذ البداية وليس لديه درجة الالتزام الحزبي العالية للغاية التي لدى عبدالله جول حينما كان يفضل مصلحة الحزب والأيدولوجيا كما ذكرت على أي تطلعات سياسية شخصية كما أن شخصية عبدالله جول تميل إلى المسالمة وعدم الدخول في صراعات ومصادمات سياسية إلى جانب عمك العلاقة الشخصية بينه وبين أردوغان التي جعلته ربما يتسامح مع الرجل في بعض الأمور لتيقنا منه بقدرة أردوغان على تحقيق إنجازات ما إن ظهرت الأردوغانية في السنتين الأخيرتين حتى بدأ خلاف سياسي بين الرجلين آثر عبدالله جول بعدها الانسحاب من الحياة السياسية الأمر يختلف مع أحمد داود أغلو التركيبة الشخصية تختلف ليس الرجل لديه درجة عالية من الالتزام الحزبي لا تربطه علاقات عميقة ومزمنة بأردوغان كما هو الحال مع عبدالله جول وبالتالي ما يحكم أحمد داود أغلو تطلعاته السياسية هو أستاذ للعيوم السياسية وديبلوماسي سابق ولديه رؤى وتصورات ويريد أن ينال حظه من السلطة في تركيا ومن ثم ربما لا يكون الرجل ملتزما بالاعتبارات الأيدولوجية والمؤسسية والالتزام الحزبي كما هو الحال مع عبدالله جول ما يؤهله للدخول في صراع سياسي مع أردوغان وأحسب أن الرجل يتحين الفرصة المناسبة لكي ينقلب على أردوغان كما فعل السادات من قبل في مصر مع مراكز القوى في العام 1971 وظهرت له مخالب وأنياب أتصور أن داود أغلو ينتظر تآكل إنجازات أردوغان الاقتصادية زيادة المقت والغضب الشعبي عليه وزيادة أو اشتداد وطأة الأزمة بينه وبين كوادر هزب العدالة والتنمية لا سيامة من الحرس القديم وتوتر علاقاته بقادة إقليميين ودوليين ساعتها يستطيع أحمد داود أغلو أن يفرد دوره على الساحة السياسية التركية الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية كان معنا مباشرة من القاهرة شكرا لك هل ينتظر السيد داود أغلو الفرصة لينقض كما قال الدكتور بشير على أردوغان هذا وارد طموح أحمد داود أغلو كبير جدا هو رجل فيلسوف هو بروفسور هو مروض للسياسة الخارجية منظر وأيضا له نظريات في السياسة الداخلية في تركيا أثناء هذه الفترة من رئاسة الوزراء حاول أن يغير في السياسة الداخلية أكثر شفافية محاسبة الوزراء بشكل منعه أردوغان كيف ينظر بهذه المناسبة يوسف كيف ينظر سيد داود أغلو لمسألة النظام الرئاسي التي يروج لها أردوغان حتى الآن مهند داود أغلو لم يصرح علنا برأيه حول موضوع النظام الرئاسي لكن النظام الرئاسي يعني أن داود أغلو سيلاقي جزاء سينمار يعني سيوصل أردوغان للرئاسة وسيغير النظام له ثم يخرج خارجا وهذا أمر يصعب أن يصدق أي سياسي أن يفعله أحمد داود أغلو وبالتالي نتائج الانتخابات إذا ما قوت من عضد داود أغلو قد نشاهد أمور قد تتغير بشكل كبير ثلاثة أشهر تقريبا على الانتخابات نعم ننتظر إلى ذلك الحين